السلام عليكم في هذا الفيديو راح اقدم لك افضل اشياء اللي عجبتني في مؤتمر ايسر للإيفا للعام 2016 تقريبا ثلاث منتجات ومنتج سوانا لها فيديو مستقل شيك عليك بيظهر لك الان كبطاقة او على خارة الوصف بداية مع سوفت 7 هذا يعتبر الاقل سماكة بالعالم مقارنة باي حاسب بمقاس 13.3 انش الحاسب بجود تصنيع عالي مصنع بمادة الامنيوم والسماكة جدا جدا مجنونة 9.98 ملي متر الوزن كامل له جدا خفيف 1.1 كيلو جرام طبعا ليس الاخف وزنا ولكن بسماكة جدا مجنونة مقارنة بالامكانيات التي يملكها بالداخل الشاشة التي بمثال تستخدم الاي بي اس ال سي دي لكنها منزودة بطبقة الحماية الجوريلا غلاس من ناحية التجربة من خلال الشاشة ومشاهدة الفيديوهات تجدت ان الشاشة ممتازة من ناحية الالوان والاضاءة حتى مستوى الاضاءة كان جدا رائع وزوال الرؤية ما وجهت فيها مشاكل اما في ما يخص بالصوت فما اقدر احكم عليه للامانة لانه كنا في المعرض يعني ازعاج بشكل كبير لكن السماعات موزعة من الجهة الجانبية من الاسفل فا اتوقع انه مكانه جيد الحاسب ايضا يأتي بلوحة فتيح ممتازة الازرار تظهر بالشكل الممتاز واقصد الازرار اللي هي الرئيسية مثل كابس والالت والانتر وزر الويندوز اشوفها تأتي بالاحجام الممتازة في زر خاص بالتشغيل الحاسب مدمج مع لوحة الفتيح يعني بالعادة او زي ما تعودنا انه يكون بشكل منفصل لكنه موجود مع لوحة الفتيح ومن خلال التجربة بسيطة لوحة الفتيح كانت ممتازة المنطقة الفارز الايمن والايصر في بعض الملاحظات عليها لكن ما اقدر حكم عليها الا لما تصني النسخة النهائية مع لوحة الفتيح الاطار اللي هو يحيط بشاشة هذا الحاسب ملحوظ ما اخذ مكان مقارنتم باخوه اللي راح تكلم عنه لاحقا ان شاء الله طبعا الحاسب يأتي بمنافذ جدا محدودة 2 USB Type C 3.1 وايضا منفذ صوتي 3.5 ملي متر فممكن اذا توفرك صورات تعطيك منافذ اضافية فممكن تاخد منافذ اضافية من خلال هذا الحاسب واحمل اشياء اللي برضو عجبتني في الجهة الخلفية او الغطاء الخاص به هذا الحاسب من الاعلى عندك الانتينة متواجد الانتينة فسرعة التقاط الاشارة لشبكة الوائلس المثال راح تكون جدا جدا سريعة وهذا الحاسب يدعم تقنية الواي فاي اي سي مع البلوتوث اللي هو 4.1 بالنسبة للمواصفات في الحاسب منزود بنظام صوتي مقدم قبل شركة دولبي وايضا Core i7 الجيل السابع لمعالجات انتل وذاكرا شوية 8 جيجابايت و 256 SSD من نوع NVMe وهذا الحاسب صدق او لا تصدق من دون مروحة فبالتالي شيء مذهل للصراحة وودي اجرب وشوف هل في مشاكل من ناحية الحرارة او لا وحسب ما ذكرت للشركة انه هذا الحاسب راح يعطيك 9 ساعات عموما ما اقدر احكم عليه لكن انطباع الاولي جدا جمتاز على هذا الحاسب راح يكون متوفر في شهر اكتوبر بسعر يبدأ من 999 دولار امريكا ننتقل الى اخوه اللي هو عجبني اكثر المعروف باسم سبين 7 حاسب متحول الى عدم الوضعيات تقدر تحول الى عدم الوضعيات مثل وضعية الخيمة وضعية مثلا عرض او وضعية الجهاز اللوحي او وضعية الحاسب المحمول بنفس فكرة اليوغا طبعا الشيء اللي يميز هذا الحاسب انه بمقاس 14 نشو مع ذلك الاقل سماكة مقارنتا باي حاسب بنفس المقاس وبنفس المفهوم السماكة اللي قادم نتكلم عنها هنا هي 10.9 ميلي متر والوزن الكامل هو 1.17 كيلو جرام وزن جدا ممتاز وسماكة ايضا جدا ممتاز مصنعة من مادة الايمينيوم مع شعار الشركة اللي هو من مادة الكروم الشيء اللي لحظت انه اه الاطار الخاص بالشاشة الخاصة بهذا الحاسب اقل مساحته مما هو موجود في السوفت 7 الشيء الثاني زرين تحكم السوت والزر الطاقة منفصلان عن لوح الفتيح عكس ما تعودنا مع السوفت 7 وهذا امر مفهوم لحاسب متحول ولوح الفتيح منطقة الفارح هي نفسها ونفس المنافذ ونفس الخاص بموضوع المنافذ الصوتية مقدمة قبل الشركة دولبي طبعا الحاسب يملك ايضا ونفس المعالج ونسيت ما اقول لكم شيء بسيط جدا بخصوص الشاشة 14 انش طبعا الشاشة الموجودة في السوفت وسبن نفس الانطباع 14 انش و13.3 انش لكن بدقة F80P وايضا بتقنية مع طبقة الحماية غريل العقلات فزوايا الرؤية والالوان والاضاءة تشوفها ممتازة ننتقل الى الشيء برضو عجبني في مؤتمر ايصر اللي هو الاسباير C اللي هو اول ان ون حاسب من فئة كل ما تريده في حاسب واحد طبعا الشيء الجميل في هذا الحاسب هو التصميم تصميمه جدا جدا انيق مع المسند وايضا جاء التصميم من مادة الامينيوم مع غطاء لمع من مادة البلاستيك موجود في الجيل الخرفية وشعر ايصر اللي هو مصنع من مادة الكروم الشاشة ممتازة 23 وعندك 21 بدقة 1080P والشاشة النسخة اللي امامكم هنا ما تدعم تقنية اللمس 3 مثلا الجيل السادس من معالجات انتل وعندك ايضا اللي هو 1 تيرابايت مع 128 جيجا بايت من نوع الس س دي 8 جيجا بايت او الى 8 جيجا بايت لذاكرة العشوائية فهذا في مخص بالمواصفات وايضا كارت الشاشة المتصل المستخدم هنا هو انتل اللي هو اتش دي فنفس ما رأينا في سوفت وايضا في سبين 7 حينها هذا الحاسب اتوقع هذا الحاسب انه مخصص دي للطلاب فئة التعليم او الاشخاص اللي حابين يستخدمون الحاسب بمهام جدا جدا اساسية هذا الحاسب يملك المنافذ في الجهة الخلفية مثل USB ومنفذ الشبكة وغيرها وفيها قطعة هذه القطعة لاحظت انها حق الكاميرا ما ادري مكانها غلط او واحد شبكة وراء بالغلط ما انا اعرف المهم انه اذا كانت فينا هذا مكانها هم كانت جدا خطأ لكنه حتى لما لاحظت انه استخدمتها لما لاحظت انه قاعدت استخدم مادة المغرطيس انا امام الشي غريب ما في معلومات ان السير ومعدة استار لي الـ All-in-in-one قل لي وش اكثر حاسب عجبك الامان عجبني انا الـ Spin 7 وبعدين اللي هو الـ Swift 7 الـ Predator 21x لا تنسى موجود في فيديو مستقل شيك عليه هذا الحاسب المحمول مخصص الالعاب المرعب شوكما انا ان شاء الله مع قلب سلامة